بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة قيمة كل مرئ ما يحسنه هذه الكلمات ذكر عنها المؤرخون من أنها أعظم كلمة تتضمن أعظم معنى حتى عدها البعض من المعاجز وفعلا لا أعرف كلمة بعد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام خاتم الأنبياء بمثل هذه الكلمات التي ذكرها مولى الموحدين وأمير المؤمنين عليه السلام بطبيعة الحال الإنسان خلق يحب التمييز ويحب الفخر وأن يكون ذا قيمة ولذلك تجده منذ بدايته نشأته وتوجهه نحو الدنيا والحياة هو ترنو نفسه إلى التمييز وإلى الفخر بعض يجد قيمة في المال مثلا فيحاول يجمع أموال ويكثر أرقام فلكية لأنه يرى قيمته في المال ولا يعطي أي اعتبار لمن لم يجد عنده مال إذا ما عنده مال ما يعتبره ولا ينظر له ولا شيء لأنه يرى القيمة في المال البعض مثلا يجده في الجاه في السلطان في العنوان يقول لك أنا أحصل على تمييزي إذا كان عندك عن عنوان سياسي اجتماعي اقتصادي علمي المهم عناوي هذه أيضا موجودة عند طبيعة البشر موجودة عند كثير من الناس البعض الآخر تجده مثلا يرى تمييزه أو التمييز في القوة الجسمانية والقدرة والمكنة والقوة والنشاط ومن لم يملك هكذا هيكل لا يرى له أي نوع مزية من طبيعة البشر ينقل أن العلام الحلي رضوان الله عليه من كبار علمائنا ومراجعنا العظام ذات يوم لما دعي إلى قزوين مدينة قزوين من قبل السلطان المغولي محمد خدابند على أثر قصة الطلاق الثالث التي حصلت للسلطان من زوجته وكان هو حنفي المذهب واحتار ماذا يفعل وقد سأل المذاهب القصة المعروفة قالوا له قد حرمت عليك معبدا حتى تتزوج شخصا آخر فإذا طلقها يمكن لك أن تأخذها وعز عليه أن أن يترك زوجته وتتزوج شخصا آخر فسأل هل هناك مذهب هل هناك دين قالوا يقال لهم هناك مذهب يقال له الرافضة وشيعة وغيرها مذهب صغير يستصغرونه قال وين أجدهم قالوا عالمهم في الحلة فبعث له فجاء وكان العلامة رضو الله عليه صغير البنية ناعم الخلقة صغير والبعض للأسف يزدريه بالعين يعني إذا يشوف إنسان صغير الحجم ينظر له بازدراء وهذه مشكلة عند بعض الناس يعني علل وأمراض ما يعتبر له قيمة حتى لو كان أعلم العلماء ما عنده يكل ما عنده جثة ما عنده يزدريه بعينه هذه طبيعة البشر لكن لو ينظر هذه القيمة اللي يذكرها من المنين قيمة كل مرئ ما يحسنه لا رح تختلف النظراء فلما دخل المجلس ازدراه أصحاب المذاهب والأعيان والوزراء وغيره فجاء بنعل كان عنده نعليه وأخذه معه وجلس إلى جنب الملك نظر له بعجب أنه أنت وازدراء أنه لماذا تفعل كذا ومن أنت ولماذا هذا الإصرار منك على الجلوس عند الملك ولماذا تحمل عليك بيدك فقال له المترجم ما ذكر له السلطان فأجاب ربان الله قال لأننا سمعنا ورد عنا حديث أنه لا تدخلوا مجلسه وفيه حنفي فإنهم يأخذون نعالكم فانبرأ شيخ الأحناف قال من أين جئت بهذا الحديث أنه زمان رسول الله ما كان أبو حنيفة ما موجود مذهب ما موجود قال إذن أنا مشتبه لعله الشافعي كذلك الشافعي انبرأ المذهب الحش الشافعي قال أنا ما كان موجود الشافعي 200 سنة بعد النبي أو 150 سنة قال إذن هو المالكي كذلك المالكي اعترض قال أصلا ما موجود مالكي أيام النبي قال إذن الحنبري قال حنابل 250 سنة بعد وفاة النبي قال إذن من وين كيف كان يعبد المسلمون إذا ما كان أكو مذاهب من أين جبت أين المذاهب إذا زمان رسول الله ما كانت فرد عليه السلطان قال فما تقول أنت علي وعلي زمان رسول الله ونفسه رسول الله فصارت جوابه صارت دليلا على على صحة ما يعتقد عرف عنده نباهة وأنه إذا استصغرته بهيكله بالشكل بحجمه الأمر أعظم من ذلك هو عالم وذا قيم لأنه يحسن العلم وبالتالي اتحلت عنده المشكلة ودخل إلى مدهب التشيع وصار الأول بذور وجذور دخول إيران إلى التشيع أساس من هذه القصة المعروفة إذن بعض الناس فعلا لا يرى قيمة إلا لما يعتقد بها هو مهما كانت عندك خصوصيات إمكانيات ما يعتبروا لك وهي مشكلة الناس أمير المؤمنين هنا يأشر إلى كل مرء ما يحسن أنت الآن طبيب إذا كنت تحسن صنعتك ومهنتك أنت ذا قيمة في هذا المجال في المقابل عامل النظافة إذا يحسن مهنته هو ذا قيمة في هذه المهنة إذن إلى تميز في هذا الجانب من يمكن أنت تجي تلغي وتقول أنت ما إلا قيمة لماذا لأنك أنت طبيب مثلا وهو عامل نظافة تنظر له بعين الإصدراء لا هذا ليس صحيح فإن لكل مرء مسخر ما قدر له الإنسان مسخر لما خلق له لما قدر له ما دام ما دام هو أجاد فيما خصص له وما هو متخصص به فهو ذا قيمة من مفروض أنت تجي تتبيغ عليه لماذا لأن هو فيما يحسنه هو ذا تميز الآن لو نعتبر الدنيا كلها لون واحد كلهم مهندسين أو كلهم علماء فلك أو كلهم رياضيين أو أو كلهم أطباء كيف رح تجري الأمور تقف الحياة لأن بالتالي هذا يحتاج عامل النظافة يحتاج عامل المجاري يحتاج عامل الكهرباء يحتاج الشرطي ويحتاج الموظف والسوق وهذه مجموعة الله سبحانه وعلى فضل بعضكم بعض يتخذ بعض بعض سخرية حتى واحد يسخر الثاني للتفاوت الطبقي وبالتالي ما المفروض نلغي تمييز الآخرين لجهة ما موجودة عندهم موجودة عندك انظر ما الذي يعرفه ولذلك المؤمنين في هذه رائعة من روائع يلغي الطبقية ويجعل التمييز لا للجينات ولا للعرق ولا للجنس ولا للون ولا للمال وإنما ما يحسن هذا الإنسان بأي شيء هو جيد فيه كفاءة شنو هو كفوء في هذا المجال إذن ذا قيمة في هذا المجال ويعطي كل الذي حق حقه الإنسان اليوم أكو مشكلة يعني الآن بعض الدول المترقية أو كثير منها تحاول أن تضع الإنسان الكفوء في المكان الذي يستحقه من دون محابات للونه وعرقه وجنسه بعض الناس للأسف موظف أفرض وظيفة شاغرة تحتاج تخصص إذا تريد تعرف أكو فساد في هذه الدولة أو لا من خلال تعيين الوظائف مثلا هل تعين الوظائف على أساس الكفاءة يعني هذا كفوء في هذا المجال فيعين لكفاءته أو لا للمحسوبيات للواسطة أو لإسمه أو لشكله أو دافع رشوة وهذا فساد الإدارة واضح إذا نرتقي بمجتمعاتنا يجب أن ننفعل هذه المقولة التي ذكرها أمير المعي السلام قيمة كل مرئن ما يحسنه أخلي الكفاءات الشخص المناسب في المكان المناسب من أي ناحية نشوف في أي جانب هو يبدع فيه في تخصصه كل بحسبه هو مبدع هو ذا قيمة في المجال الذي هو متخصص به فيستحق أن يكون في هذا المجال أما أن نعبر على هذه الكفاءات ونأخذ مجالات أخرى للأسف محابات أخرى إحنا رح ينتهي بين الحال إلى أن تكون مجتمعاتنا مجتمعات فاشلة ودولنا أيضا دول فاشلة لو انفعل هذه المقولة العظيمة التي تملك قيم وتملك نهضة حقيقية لأن التمييز يكون كل إنسان عند روح التمييز لكن كل بحسبه كل بمجالات الحداد في مجاله الطبيب في مجاله المهندس في مجاله المعلم في مجاله العالم في مجاله هذا سوف يأخذ كله النصيبة وبالتالي إنسان يحتاج الآخر أنت تروح إلى ما تحتاجه تروح إلى متخصص فيه هو هذا صاحب قيمة في هذا المجال فإذن ما يمكن أن تتبيغ عليه لأنه لا يملك الخصوصية التي أنت عندك بها لا مصح كل ذا قيمة فيما قدر له وفيما يحسنه أما تجي تتبيغ عليه بأنه لا يملك ما تملك هذا في الواقع جهل ما حظ ولذلك أيها الإخوة والأخوات كثير من المجتمعات الجاهلة هي التي تتبيغ على الناس الذين لا يملكونهم ما يملكونهم هم أو بعضهم لا يحاول يحملك أكثر من طاقتك طيب أنت متخصص في هذا المجال من مفروض يجي واحد يحملك ويطالبك بتخصص آخر لماذا لا تفعل كذا مثل هذه الظواهر اللي الآن بدأنا نشهدها هجوم على رجال الدين هجوم تسقيط بالعلماء ماذا فعلتم لنا يا أصحاب العمائم الناس راح إلى القمر وانتوا بعدكم في مسائل الطهارة والنجاسة طيب سؤال انت شون تتوقع من رجل الدين يصنع لك طائرات مثلا دخل واحد منها القبيل على أحد العلماء وكان مشغول في درسه قال هذه كانت في آخر الستينات بعد ما راحت أبو الله دعش والمركبة الفضائية وصلت إلى القمر فهذا واحد يجي إلى رجل الدين اللي قال يدرس في حلقة الدرس قال للناس وصلوا للقمر وانتم بعدكم بالمسائل الطهارة والنجاسة تقرؤوا والناس وصلت للقمر فالتفت لهذا العالم قال له وما العجو في ذلك مخلوق وصل إلى مخلوق يعني هؤلاء مخلوق مخلوقات وصلوا لهذا المخلوق وهو القمر ونحن مشغولون في معرفة مراد الخالق احنا نريد نعرف مراد الله من عندنا شنو لكن الخاسر بيننا منه أنت لا أنت ذهبت معهم إلى القمر ولا أنت ويانا تجي تعرف مراد الخالق وفعلا اكو ناس سلبيين اكو ناس يصادرون كل امتيازاتك هو هو انسان سلبي ما عنده على الانسان السلبي الانسان السلبي محطم للطاقات اذا لقيت واحد ما يعترف بأي ايجابية بأي لون جمال في الحياة بأي نهضة في الحياة ما عنده انه هذرة شاعومية وفقط يكسر الطاقات وفقط يضعف الهم ابتعد عنه هذا يميتك هذا يعط المشروعك لا تقف عنده ابدا لماذا ان الانسان الله اودع بي عقيل واودع بي طاقة واودع بي نهضة خلاقية حتى لو يسقط هنا يضعف هنا يخسر هنا يفشل هنا ينهض مرة ثانية اكثر الناجحين فشلوا ثم نجحوا اصحاب الاختراعات والبراءات والعلماء مروا بمراحل من التجارب حتى وصلوا الى مرحلة النجاح فاذا انت من اول لقطة من اول نظرة من اول سلمة انت تتحطم وتتعطل لا يبقى حجر على حجر خصوصا هؤلاء السلبيين الذي لا يرى للناس اي نوع مزية امير المعي السلام بهذه الكلمة يطوق هؤلاء ويحجمهم ويعطي روح الاسلام ونظرة الاسلام للناس انه تميزك فيما تبدع فيه شنو انت في اي مجال تعرف في اي مجال انت شاطر في اي مجال انت حسن انت ذا قيمة في هذا المجال اما تقعد وتتبيغ على الناس وتلغي امتياز الاخرين لانهم لا يملكون ما تملك هذا ليس من الانصاف والعدل في شيء شوفوا هاي الكلمات حقيقة المترقية لامير منين قيمة كل مرئ ما يحسنه تعطي نهضة للعمل نهضة للخلاقية احترام للذات انت رسام انت فنان انت كاتب انت مؤلف انت ميزتك مثل ميزة الطبيب جراح القلب المفتوح مثل المخترع الفضاء السفن الفضائية نفس الشيء ما دامك انت مبدع في هذا الجانب فانت لك احترامك واحتبارك وقيمتك ذاك له مجاله وانت لك مجالك لا المفروض تتبيغ علي وتنكر امتيازك ولا هو المفروض ينكر عليك وينكر امتيازك فان لكل ما مسخر لما قدر له وبالتالي يجي يوم هذا الفضاء يحتاجك ويجي يوم انت محتاج هذا ذا التخصص العالي بالتالي هنا تتكافأ الفرص وتتساوى الفرص وتنهض الامم والشعوب سلام الله عليك يا امير المؤمنين اما انك انت تلغي الاخرين هذا ليس من الانصاف في شيئين هاي النظرة يجب ان انعممها نظرة انه انا اشوف هذا الرجول هذه المرأة وين متخصص وين مبدع او اين هي مبدعة في اي شنو هذه ذا قيمة فيما ابدعت فيه ما المفروض ان تصادرها او تصادر امتياز هذا الرجل لانه لا يملك ما تملك لا لكل انسان قيمته فيما يحسنه من فعل وقول وعمل وعلم ومعرفة هكذا هو يجب ان يكون ذات يوم كان زمان رسول الله صلى الله عليه وعليه شاب كان مؤمنا وكان نظيفا وكان شاطرا ينظف المسجد يهيئ لرسول الله صلى الله عليه وعليه جلسة ومجلسة اسمه جويبر شاب بسيط كان ضعيفا نحيفا قصير القامة داكن البشرة تزدريه العيون للأسف رسول الله صلى الله عليه وعليه هذا الاب العظيم والقلب الكبير قال له يا جويبر لما لا تتزوج قال يا رسول الله ومن يزوجني لا مال عندي ولا حسب ولا نسب ولا هيكل ولا شك قال انت مؤمن وانت عند الله كثير وتعميزتك انك انت طاهرا ونقي الإيمان انت مؤمن وعميز هي قيمتك قيمتك في إيمانك انت لا تملك من هذه الوسائل شيء لكنك تملك قلبا طاهرا وإيمانا عامر بالإيمان اعطى قيمة شجعة نهض به قال على اي حال ما حد يخطب لي ما حد يزوجني قال اذهب الى بيت الانصار الفلاني من الانصار وقل له ان رسول الله صلى الله عليه وعلي يأمرك ان تزوج ابنتك نجمة الصباح كان عند ابنية جميلة مؤمنة زوجها لهذا جويبر فذهب هذا الشاب وطرق باب هذا الانصاري وقال له هذا الكلام واذا بهذا الانصاري قال والله انا اعتذر ما اقدر ازوجك ابنتي يا جويبر وانا سوف اراجع رسول الله في هذا الامر واعتذر له سامحنا ما اكده فرجح هذا المسكي ابنتها سمعت الحديث قالت يا رسول الله يا ابا اترد رسول رسول الله والله سبحانه وتعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسه كيف لاحظ الفقه لاحظ الفهم والله هناك بعض النساء بعض الشابات بعض الشباب حقيقة يدرك ما لا يدركه الشيوخ الكبار قالت كيف هذا ما هو النبي اولى بالمؤمنين من انفسه النبي ابعت لك احد يأمرك بشيء ترد طلبه واي دين هذا بعد وفعلا قال يعني ماذا ترين قالت اذهب اليه وقل له سمعا وطاع خلاص هذا امر النبي ما من ممكن فذهب خلفه قبل ان يصل الى المسجد جويبر لحقه قال انا اعتذر منك يا اخي نعم سمعا وطاع لرسول الله فزوجه فلما تزوج ثاني يوم الزواج سمع منادي احد معركة احد قامت واذا بهذا الشاب المؤمن العامر قلبه بالايمان الذي اختاره رسول الله ليزوجه اخذ لامة حربه ويريد ان يهم الخروج الى القتال فتعلقت به زوجته قالت له هنا اين قال الحرب قالت لك انك عريس جديد احنا رح تزوجنا كيف تخرج وتتركن قال والله ان رسول الله في الحر والقيض وانا اجلس هنا آمنا معك لا والله لا يكون ابدا صبيحة عرسه هذا الشاب ترك زوجته ولحق بالنبي حتى انجلت المعركة فلما انكسر بها الاسف المسلمين انكسروا بها المعركة وخسروا سبعين شهيد وبعد الناس بعد ما انتهت معركة احد يتفقدون قتلاهم كل واحد يسأل عن واحد يفقد الاخر واذا برسول الله صلى الله عليه وآله قال ولكني افتقد جويبرا هل فقدتم احد قالوا لا بس ذول السبعين ما نعرف احد بعد قال ولكني افتقد جويبرا انه جويبر ما ما اشوفه ما احد يفقد لي المسكينة وهكذا كان بحثوا عنه فوجدوه قد قتل احد عشر من المشركين وقتلوه واقع يمه بعد ما قتله دعش واحد بيده فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده تحت جسد ورفعه وادخله في قبره بيده وقال هذا مني وانا منه ثم رفع يديه الى دعاء الى زوجته قال اللهم صب عليها الدنيا صبا وارض عنها فاني عنها راض يقولون ما انفرغت من عدتها حتى خطبها ملوك اليمن واصبحت من الملكات ولها في الاخرة ذخيرة عظيمة لماذا لانها اطاعت الله وعرفت قيمة هذا الشاب الذي امر رسول الله صلى الله عليه وآله بتزويجه لماذا لان عنده شيء وهو الايمان يمتاز بقلب طاهر نعم وإيمان عامر ولماذا لا نعرف هذه القيمة في هذا الجانب دائما ابحث عن الإيجابية في من حولك حتى الحدث السلبي حتى المصيبة اللي تجيك نعم ابحث عن فالجانب إيجابي رح تهون عندك المسائد رح تنطلق في حياتك رح تبتعد عن الاكتئاب بعض الناس مشكلة صغيرة يكبرها لأنه داخل إنسان سلبي بينما إذا تبحث عن الإيجابيات حتى في المشكلة لعلها تسقل تجربتك تقول الله سبحانه وتعالى عسى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لا تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عندما نبحث عن الإيجابية في كل جوانبها نجد أننا عندنا بصيص أمل يعطينا ننطلق حوله لأن نكون أناس إيجابيين بهذه الكلمات يمكن أن تنطلق وأن تحترم الناس لا تستصغر الناس والله أنت عندك شيء ما عدهم هم أيضا يمتازون بأمور بأشياء أنت ما عندك وبالتالي يجب أن يكون الاحترام متكافأ ومتبادل وكل يعقذ نصيبه من هذه الدنيا من خلال قيمته من خلال ما قدر له ومن خلال ما يحسن التصرف فيه أما أن تلغي الآخرين لأنهم لا يملكون ما تملك أنت بالواقع راح تعيش السلبية ورح تعيش الانزواء والانطواء لأن كل إنسان أو دع الله فيه خصوصية يمكن لا تتوفر عند الآخرين عند طاقة لا تتوفر عند الآخرين عند شيء يحسنه لا يحسنه الآخرين وبالتالي هو يتميز به هذا هو التميز الحقيقي وهذه روح الإيجابية التي يريد لنا أمير المعي السلام أن يزرح في النفوس سلام الله عليه ولذلك فعلا ما أروح هذه الكلمات التي ذكرها أمير البيان والحكمة والعلم قيمة كل مرء ما يحسنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر